كيف تجعل سبعين ألف ملك يستغفرون لك إلى يوم القيامة فالدعاء هو العبادة كما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلجأ به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فهو وحده القادر على إصلاح شأنه فعن معقل ابن يسار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر وكل الله تعالى به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة فمن أراد أن يصلى عليه ويستغفر له من قبل سبعين ألف ملك قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر وهي قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولكن هذا الحديث غريب وذلك لأن من فرد بروايته راو واحد ولكنه مقبول عند الرواه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يصلي ووقيم صلاة الظهر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الله أكبر كل الصحابة صلوا خلف السلام عليكم ورحمة الله قضية الصلاة قام الرجل فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل على الناس بوجهه صار جلس قدامه قالوا يا رسول الله أنا الذي أخبرتك خبري قبل الصلاة نظرت إلى مرأة لا تحل أبغى حل أبا ربي يغفر لي نزل جبريل عليه وسلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى عليه من درانه من شيء قالوا لا وحد يتروش كل يوم خمس مرات يبقى في وسخ قالوا لا قال فذلكم مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أعطيكم قصة واحد من الشباب من الصحابة كان عزب غير متزوج ويبحث عن زوجه وكل يوم يا رب يرزقني زوجه جميلة صالحة طيب وفتح له محل بيع أقمشة أقمشة نسائية يترزق وكان في المدينة سوق للأقمشة فتح له محل وذيك البنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي أعطاها الله من جمال الخلق والخلق جاءت على قدر حتى وصلت إليه وقفت عند المحل عندك أقمشة نسائية نعم نظرت في الأشياء المعلقة ما عجبتها قلت له عندك من الأقمشة الغالية قال نعم الحرير والأقمشة الثانية موجودة في الصندوق فتح لها الصندوق تريد في اللي واقف يبغي يطالع في الصندوق يصير شبه اللي كانها منحاني أو راكل البنت مستعجلة ما جلست فتحته وأخذت فالرجل أخذ يطالع فيها يقول هذه تصلح لي وده تشتري ويعرف مكان أهلها ويروح يخطب يأتي البيوت من أبوابها المهم البنت نظرت إليه قالت له يا هذا اتق الله وغض بصرك اشدت النظر غض بصرك طبعا هذا أمر بمعروف المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قالت له يا هذا اتق الله وغض بصرك فإني امرأة متزوجة وزوجي خرج يجاهد في سبيل يا لطيف الرجل الشاب الطيب خرج من بيته من دكانه يجري منذ الواحد خايف تركه في الدكان والدكان مفتوح خرج يجري أول بيت أقرب بيت من السوق كان بيت عمر وخطاب كان بيت عمر وخطاب شرق المسجد النبي سواصل والسوق كان مكان ومحل سوق العنابية اللي موجود اليوم يعني شمال بقيع فأخذ يجري وصل إلى بيت عمر وخطاب طرقه طرق عليه الباب قبيل الظهر الكلام هذا عمر وخطاب فتح الباب قال له شفيك شعندك تدق الباب بالقوة ما شعندك قال له يا عمر وخطاب هلكت نظرت إلى مرأة لا تحيل قال له مرأة لا تحيل وين شفتها قال له جاتني في الدكان قال له قال لعلها مرأة رجل خرجها يجاهد في سبيل الله ما في مرأة تروح السوق من غير رجل عندنا إلا وحدة زوجها راح يجاهد في سبيل الله قال له نعم هي مرأة مجاهد قال له طالع نسان مجاهدي رح لا أعلم لك شي اذهب رح أبو بكر الممكن عنده علم أغلق عمر باب راح إلى أبو بكر صديق طرق عليه الباب أبو بكر فتح شعندك يا ولدي قال والله يا شيخ هلكت نظرت إلى مرأة سأحدثكم قليلا عن الله سبحانه وتعالى يراك تعصيه فيصيب قلبك بالندم ثم يلهمك الاستغفار وهو أن جليبيب وهو رجل قصير أسود أفطس في وجهه دمامة فقير يشرب بكفيه من المياه الجارية أو يغترف من الآبار جائع البطن يأكل كسرات خبز إن وجد فإن لم يجد يطوي صائما ليس له بيت يأوي فيه فراشه الأرض ولحافه السماء وليس له من وسادة إلا نعليه ينام في فناء مسجد رسول الله لكنه صاحب ذكر لله وقراءة لكتاب الله في كل الصلوات وفي كل الغزوات لا يغيب عن الصف الأول وفي يوم من الأيام كان النبي جالسا بين الصحابة فمر عليهم جليبيب فقال النبي للصحابة أتعرفون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله رجل فقير إذا حضر لا يعرف وإذا غاب لا يفتقد ثم قال لهم النبي هذا جليبيب ثم نادى عليه النبي يا جليبيب قال لبيك يا رسول الله قال ألا تتزوج قال ومن يزوجني وأنا لا أملك مالا ولا جاها فقال له النبي يا جليبيب اذهب إلى بيت فلان الأنصاري واخضب ابنته وقل أرسلني رسول الله ويقول لكم زوجوني ابنتكم وكانت الفتاة من أجمل بنات الأنصار فذهب جليبيب وطرق الباب وقال يسلم عليكم النبي ويقول لكم زوجوني ابنتكم فقال الأب يا جليبيب كيف أزوجك ابنتي ولا مال ولا جاه وصاحت الأم أي زوج جليبيب وهو على هذه الحال وابنتنا في مكانها وموقعها لقد جاءنا من هو أفضل من جليبيب ورفضناه لا لعمر الله لا نزوجها لجليبيب وتسمع الفتاة في خدرها في غرفتها من خلف الستار وتقول كيف هذا أترداني رسول رسول الله والله إني قبلت زواجي من جليبيب فصاحت الأم يا بنيتي أنظري إلى شكله وإلى هندامه فقالت الفتاة قد رضيه لي رسول الله ألا أرضاه لنفسي والله لا أرد خاطبا أرسله رسول الله ادفعوني إلى جليبيب فلن يضيعني وأقيمت مراسم الزواج على بساطتها ودعا لها النبي في ليلة بنائها في ليلة دخلتها قائلا اللهم صب الخير عليها صبا ولا تجعل عيشها كدى وبعد ما دخل عليها جليبيب بأيام إذا بالمنادي ينادي في الخارج يا خيل الله اركبي حي على الجهاد وإذا بجليبيب ينطفض ويطرك زوجته في حلتها في زينتها في أحلى وأبهى وأرق وأعذب فترة وصال بين رجل وزوجته يسمع النداء وكأن عقربا لدغت وينطرق كالسهم من الرمية وأخذ يسابق الرياح ويطير في الطرقات بغير جناح لسان حاله يقول أنا الأسد الغالب فارس الكتائب والمواكب أنا قهار الأعادي إذا ناد المنادي وأقيمت المعركة بين المسلمين والكفار وبعدما دل الجيشان وتراءت الفئتان وانتهت المعركة أخذ الصحابة يبحثون عن القتلى فقالوا يا رسول الله قتل فلان وفلان وفلان فقال النبي ولكني أفقد حبيبا قالوا من هو يا رسول الله قال ولكني أفقد حبيبي جليبيبا فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا ووجدوا سبعة من الكفار بجواره قد قتلهم فحمل النبي رأس جليبيب ووضع رأسه في حجره وأخذ يمسح الطراب المبلل بالدماء من على وجهه ويبكي عليه النبي ويقول يا جليبيب قتلت سبعة من الكفار ثم قتلوك أنت مني وأنا منك ثم أشاح النبي برأسه يمينا أي التفت ناحية اليمين فقال النبي للصحابة أتعرفون لما أشحت برأسي يمينا قالوا لا يا رسول الله قال والله رأيت زوجاته من الحور العين يتسابقن إلى احتضانه وأعرفه رجلا غيورا فأشحت برأسي حتى لا يغار هؤلاء هم صحابة رسول الله هم عند الله خير من الناجين وعن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخلت أنا وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يبكي بكاء شديد فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد وأذكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها ورأيت امرأة معلقة بثديها ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد سلطت عليها الحيات والعقارب ورأيت امرأة عمياء في تابوت من النار يخرج دماغ رأسها من فخذيها وبدنها يتقطع من الجذاع والبرص ورأيت امرأة معلقة برجليها في النار ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها في مقدمها ومؤخرها بمقارض من نار ورأيت امرأة تحرق وجهها ويدها وهي تأكل أمعاءها ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار وعليها ألف ألف لون من بدنها ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من دبرها وتخرج من فمها والملائكة يضربون على رأسها وبدنها بمقاطع من النار فقالت فاطمة رضي الله عنها حسبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرهن حتى وضع الله عليهم هذا العذاب فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا بنيتي أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال أما المعلقة بلسانها كانت تؤذي زوجها وأما المعلقة بثديها فإنها كانت تمتنع عن فراش زوجها وأما المعلقة برجلها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها أما التي تأكل لحم جسمها فإنها كانت تزين بدنها للناس أما التي شد رجلاها إلى يديها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قليلة الوضوء قذرة اللعاب وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تنظف وكانت تستهين بالصلاة أما العمياء والصماء والخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه بأعنق زوجها أما التي كانت تقرض لحمها بالمقارض فإنها كانت قوادة أما التي رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار فإنها كانت نمامة كذابة أما التي على صورة الكلب والنار تدخل من دبرها وتخرج من فمها فإنها كانت معلية نواحة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ويل لمرأة أغضبت زوجها وطوب لمرأة رضي عنها زوجها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر